بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء على قناة صدى الفكر على يوتيوب أهلا وسهلا بكم نتابع سويا الحديث عن الثورة السودانية هذه الثورة التي لم تكتمل فصولها بعد هذه الثورة التي نجحت في إقصاء وإبعاد النظام السابق ولكن في الحقيقة كان الحصاد والنتائج أنها سقطت في يد زمرة لا تقتنع لا بدموقراطية ولا بحرية ولا بتغيير وإنما أطلقوا على أنفسهم اسما على غير مسمى وهو اسم الحرية وهم لا حرية والتغيير وهم لا تغيير بل يريدوا أن يصنعوا نموذجا فاسدا نموذجا مستبدا نموذجا يغلق كل آفاق الحرية وكل آفاق التغيير ويستمدون شرعيتهم لا من الشعب ولا من الثورة الشعبية ولكن يستمدون شرعيتهم من تل أبيب ومن البيت الأبيض ويضعون أيديهم في أيدي المتمردين والخونة ويجعلون ممن ساعدوا وساهموا في انقسام السودان يسمونهم أبطالا ويجعلونهم جزءا منهم وهم جزء من هذه القوى المسلحة لذلك كان لزاما على الشباب السوداني بشكل خاص وعلى الشعب السوداني بشكل عام أتكلم عن الشباب والطلاب لأنهم أمل السودان في التغيير وأمل المستقبل هذا الشباب الذي يرفض أن ينحني أو أن ينكسر أو أن يعيش في جلباب الماضي كما يرفض أيضا أن يعيش ذليلا تابعا خانعا في ظل سلطة لا تستمد شرعية إلا من تل أبيب أو من البيت الأبيض ولا علاقة لها بأجندة وطنية سودانية وهنا أتكلم عن حكومة عبدالله حمدوك عبدالله حمدوك صنيعة الماسونية وصنيعة دول دول استخباراتية وجهات خارجية لا علاقة لها إلا بدعم ياسر عرمان عبدالواحد نور كل هؤلاء الذين لهم مكاتب وصلات بتل أبيب ولا علاقة لهم إطلاقا بأجندة وطنية سودانية بل بأجندة انفصالية متمردة لذلك كان الزحف الأخضر الذي أعلنت عنه الحركة الطلابية السودانية في 14 ديسمبر كان بمثابة إطلاق كرة البداية لاستعادة الثورة السودانية كان بمثابة إطلاق صافرة البداية لشوط جديد من أشواط الثورة السودانية الواجب النفاذ إن التوقف في الطريق إن الثورات لا تقبل القسم على اثنين إن الثورات لا تقبل أن تتوقف في منتصف الطريق إن الثورة لا تقبل بأن تتوقف لتنتصر الثورة المضادة إن الثورات لا تقبل بأن تتوقف حتى ينتصر أتباع الاستعمار وأتباع الخيانة والاستبداد والفساد لذلك كان لزاما على الشباب السوداني أن يبدأ بهذه البداية وأن ينظم صفوفه وأن يرتب أحواله وأن يكون نصب عينيه أمر واحد لا ثالث له هذا الأمر يتمثل في إسقاط نظام وحكومة عبدالله حمدوه هذا النظام الذي سمى نفسه الحرية والتغيير بينما أراد أن يغتصب السلطة دون انتخابات دموقراطية حرة وأن يعطل المصاري الدموقراطي لمدة سنوات عامدا متعمدا ويريد أن يعين مجلسا تشريعيا ليسن القوانين دون ما أي انتخابات أو سند قانوني هذا النظام الذي يريد أن يعين حكام الولايات دون ما أي انتخابات أو ترشيحات شعبية هذا النظام الذي يريد أن يتحكم في النظام القضائي ويجعله نظاما انتقامي استئصالي لا علاقة له إطلاقا بالعدالة ومعايير العدالة هذا النظام الذي ارتمى في أتحت أقدام المجموعات المسلحة والمتمردين ويصم الاحتلال الإنجليزي بأنه كان استيطانا بنى السودان بينما الحكومات الوطنية هي التي هدمت إنما عندما نتكلم عن هذه النماذج أمثال حمدون فإننا ندرك أن السودان في خطر وأن السودان في أحوج ما يكون إلى رجال إلى شباب يصنعون المستقبل إلى شباب يشمرون عن سواعد الجد ويضحون في ثورتهم ويقدمون دماءهم رخيصة من أجل مستقبل هذا البلد وأن يجعلوها ثورة سلمية تتحرك بكل جموع الشعب وبكل جموع الطلاب المحبين لدينهم إن الشعب السوداني عندما ثار إنما ثار من أجل العيش الكريم ولم يثر من أجل أن يهدم الإسلام ولم يثر على ثوابت الدين ولم يثر على العادات والتقاليد السودانية المحبة للخير والمحبة لأمتها وللقضية الفلسطينية لذلك كان لزاما على الشعب السوداني أن يتضامن وأن يتعاضض وأن يقف مع الزحف الأخضر وأن يجعل منه خيارا ثالثا لا للعودة للماضي ولا للبقاء في بوتقة الحاضر الآن الماضي كان فيه فساد وفيه استبداد وفيه ما فيه وأما الواقع الآن ففساد واستبداد وخيانة والخيانة هي أشد وأكبر من كل ما ذكرت فلذلك كان التحرك والزحف الأخضر بمثابة صفارة البداية وبداية النهاية لإسقاط حكومة حمدون حمدوك ولقطع الطريق على أي رجعة للماضي بل صنع السودان سودان المستقبل العيش والحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية أتمنى أن تكون وصلت الرسالة مع تحياتي لكم ودوام التواصل والسلام عليكم ورحمة الله